السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي في سنة الرابعة متوسطة ولا حتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا كالعادة معكم أستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي اليوم نحلوا اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية طبعا نجب أن نكونوا فهمين دروسنا ويعني نحلوا النموذج يعني قد ما قدرنا نحلوا أكثر من نموذج فهذا جيد لنا إذن كالعادة نبدأ ونقرأوا باللغة العربية نفهمه ونراجعه مع بعض ونحلوا طبعا مع بعض إذن نبدأ نقرأ السند تعي السند يقول بدأ عصر التلفاز والحاسوب وبعدها الأنترنت وبدأت معه خصومة جدية بين زمن الأمس واليوم وبين الألعاب القديمة والألعاب الحديثة فاستولت الألعاب الإلكترونية بمغرياتها الجذابة على عالم الأطفال وأسرت بسحرها نفوسهم حتى صاروا سجناء غرفهم الضيقة بعيدين عن اللعب الذي يقوي عضلاتهم وينمي أجسادهم ويحفز على الجد والنشاط الذي يربطهم بالطبيعة التي هي مصدر الجمال والقوة لقد باتوا بعيدين عن مرحلة الطفولة البريئة حيث الصحة والعافية وطمأنينة النفس يغتبط الأهل هذه الأيام لأن طرائق السلوى واللعب التي تفرح أطفالهم كثيرة ومتنوعة بعد أن غزت الآلات السحرية بيوتهم وملكت وسائل التسلية وترفيع أجواءهم العائلية فقد تجدوا في البيت الواحد أكثر من ثلث هواتف وأصبح الأولياء أكثر هناء فبقاء الأولاد في البيت يبعدهم عن شبح الخوف والقلق ويخفف عنهم شقة مراقبة أبنائهم ويريحهم من صخب الأطفال ومنازعاتهم والحقيقة أن الخسيرين هم الأولاد لأنهم افتقدوا الألعاب الجسدية ضرورية فباتت أجسادهم اللدنا جامدة خامدة بعيدة عن الهواء النقي وباتوا كالآلات التي تتحرك بصورة بشرية يمارسون ألعاب إلكترونية في غياب الارتياح النفسي والإنفتاح على الآخرين وأصبحت حياتهم مساحة عابرة بين الطفولة والشباب يتخبط فيها السعادة والشقاوة ويضللها الإنغلاق والعزلة والإنطواء إذن طلحتوا باللي النص هذا تحدثت لي بشكل عام ومميز عن ماذا يحدث لأطفالنا معتها باللي وشنو؟ غزتهم الإلكترونيات خاصة خاصة الهواتف التي تحتوي على الأنترنت أو يقول لي أبناء إنتما لازم إحنا قليناها مرة لضيق الوقت يعني باش ما نطولش الفيديو لكن إنتما في الإختبار خاصة كيكون إختبار نقراها مرتين إلى ثلاثة حداري مرة واحدة ما تكفيش مفهوم باش كل حاجة نعرف وراهي محطوضة إذا نوي يقول لي بلي عاصر التلفاز والحاسوب صعبة كانوا شوية الأطفال يخرجوا يلعبوه بس حكي بدات الانترنت خلاص بدأ بدنا خلاص نشوفوا يعني الأطفال ما يلعبوش بره يبدو غير معنا ما كاشهدك اللي تقوي العضلات تحمدك النشاط اللي يقوي العضلات يعني الأجساد يقوي حتى الذاكرة والمخ مفهوم معنا تقول لو حبيسي غرفهم الضيقة معنا تقول لو كما السجناء مفهوم إذن مرحلة الطفولة ويقول لي بلي راحت تماما مع ذلك الحاجة الليك هنا تؤلم أكثر إنه الأولياء صابوها كما احنا نقوله حاجة جيدة لأنه علاش بالنسبة لهم الأبناء التحكم كي يقعدوا أمامهم في الهاتف النقل أحسن من أنهم يروحوا مثلا للشارع بش ما يخافوش وما يقلقوش عليهم مفهوم وكذلك بش ما يعني المشقة تخفف عنهم وشنو مشقة مراقباتهم مع تعبالوا بلي وليدوا يلعب ويريحوا الصخب من الصخب معدها من هذك العيات تاع الأطفال وغيرها والحقيقة شكون الخاسر الخاسرين هم الأولاد لأنهم يلاحظوا باللي خلاص طفولة تحوم جازوهما ما يلعبوش برا مفهوم غير هذو كل يعني يقعدوا غير بالهواتف تحوم إذن وش راح تكون الأجسام تحوم راح تكون خامدة ما عندهمش يعني طاقة بش يمشوا ما عندهمش طاقة بش يتنفسوا الهواء وغيرها وغيرها معنى حتى الطبيعة تحوم يعني وتفسد يلا هذي بالنسبة يعني إلى فهمنا السندة تعنا نروحو كالعضاء نقرأ عندي البضعية الأولى عليها تم نقاط حدد أسباب سعادة الأهل كيفاش الأهل راهم سعيدين بهذا الشي إذن عليش قوت لكم لازم نقرأها تلت مرات مرتين باش نعرف الإيجابة مثلا تعد السؤال راهي في الفقرة الأولى وهي في الفقرة الثالثة إلى غير ذلك تنين استخرج أثارين سلبيين لإقبال الأطفال على الألعاب الإلكترونية معنى عليش الأطفال يعني أثارين سلبيين معنى مشي ملاح لإقبال الأطفال معنى عليش يروحوا إلى الألعاب الإلكترونية إشرح يحفزهم وضد الإنغلاق إذن إشرح ماشي يجب أن ننصق اللي إشرح معنى تانتايا المرادف تاني يحفزهم والإنغلاق ضد تاني أبناء كيما نفهمهمش نروح نطلع على النص نشوف وراهم مكتوبين في الجملة نحاول نقرأها خمسة ست مرات باش نسي نعطي له على الأقل مرادف صحيح ولا الضد كذلك صحيح صغ فكرة عامة للسند معطيني أعطيني فكرة عامة وقلنا الفكرة العامة أحسن أحسن شي إنو شنو نديرها جملة إسمية يلا الوضعية الثانية عليها تنص نقطة عارب ما تحته خط في النص الواحد وعندي هناء إذن يلا البيت الواحد وأكثر هناء إذن حدري إعراب عمري لا نقرأ الكلمة وإنما نقرأ الجملة كاملة باش نقدر نعرف كيفاش نعرفها تنين أكتب بالحروف العدد بين قوسين وحدد نوعه أكثر من ونشوفه يعني في النص وراه عندي اللي بين قوسين إذن هادي أكثر من كيفاش نكتب ثلاثة بفهم لازم نجيني طبعا نشوف الشكل التحر نفهم هواتف وعطيني النوعه إذن اكتب لي وحدد نوعه اكتب لي العدد بالحروف وحدد ما هو نوعه سؤال الخامس يقول يحلل الصورة البيانية الآتية وسميها مع أنت أعطيني ما اسم تلك الصورة البيانية وفهمها لي مع أنت أشرحها يظلل الإنغلاق حياة الأطفال إذن ما نوعه هذه الصورة وكيفاش نفهمها سادسا حدد عناصر الاستثناء فيما يأتي ثم ما بين نوعه باع جميع الألعاب الإلكترونية إلا لعبتين إذن الاستثناء أعطيني العناصر تعول هنا نفهم مع أنت الاستثناء درت كلش إلا هذا الشي نفهم ثالثا ولا اللي بعده استخرج من الفقرة الأخيرة محسنا بديعيا لفضيا وحدد نوعها إذن المحسنات البديعية نحن نستخرج منها واحد نعرفه عندنا كتير صمم جملة تكون فيها الألعاب الإلكترونية بدلا مطبقا معتها كلمة الألعاب الإلكترونية تكون بدلا مطبق راح نشوفو كيفاش نديروها أبدي رأيك في لجوء الأولياء الألعاب الإلكترونية لإلهاء أبنائهم هل هذا في ميزك انتم ليحوا لا لا أعطيني الرأي تاعك إذن رأيكم مهما رح يكون رح يكون صحيح مفهم لكن صياغة فقط تعول لازم تكون طبعا صحيحة ثامنا استخلص قيمة مستفادة من أن نسمعها قيمة تربوية إذن يلا نشوفو كيفاش نعلمكم دير قيمة تربوية صحيحة الوضعية الإدماجية قررت فتح صفحة فيسبوك على هاتفك لكنك وجدت معارضة شديدة من والديك بحجة أنها مفسدة للأخلاق السند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم نفهم إذن تعني ما تقولي حر النصا تفسيريا حجاجيا لا يتجاوز 14 سطرا تقنع فيه والديك بأهمية الفيسبوك وفوائده التي لا تعد ولا تحصى موظفا في غراضيك ولا يعني في التعبير تاعك عطف نسق تشبيها أسلوب إنشائيا طلبيا إذن إلا أبناء أنتم حاولوا أنكم توقفوا الفيديو تحاولوا في هذا الموضوع ويلا نبدأ والتصحيح مع بعض إذن إلا أبنائين نبدأ بالتصحيح منها قلنا وش رانا نديرو رانا نديرو مراجعة للدروس إذن قال يحدد أسباب سعادة الأهل إذن ونرح ونمي هضروني على سعادة الأهل إذن سبب سعادة الأهل هي الأسباب التي تجعل الأولاد يبقون في بيوتهم ويبعدهم عن شبح الخوف والقلق ويخفف عنهم شقة مراقبة أبنائهم ويريحهم من صخب الأطفال ومنازعاتهم إذن مين جبتها؟ جبتها من الفقرة الثانية هاي قال لي الأولية واصبح الأولية أكثر وهناء وشنو معنطها هنا؟ أنو معنطها أكثر وسعادة نبدأها مننا حتى للنقطة مفهم؟ معنطها كيرا يخلوا ولادهم هكا ويخافوا عليهم يعني من الخارج إلى غير ذلك وما يزعجهمش في يعني الصخب والصراخ هذا سبب سعادة الأهل قال لي يستخرج أثاريني مظهريني معنطها سلبيين لإقبال أطفال على الأعاب الإلكترونية معتكي يقبل الأطفال على الأعاب الإلكترونية أعطيني بعض الآثار السلبية وشي صرى لهم؟ إذن يلا أبنائي كلها موجودة في الفقرة الأخيرة أو يقول لي لهنا تجعل أجساد الصغار الذين جامدة خامدة بعيدة عن الهواء النقي يصبح الأطفال كالآلات التي تتحرك بصورة بشرية يؤدي إلى غياب الارتياح النفسي أصبحت حياة الأطفال مساحة عابرة بين الطفولة والشباب أصبحوا يعيشون الإنغلاقة والعسلة والإنطواء أو غيرها كلها وشنو؟ في الفقرة الأخيرة معنطها أعطاني كل السلبيات تعالي شكون تعلعل هذه التقنيات الحديثة وأنا قال لي فقط أثارين سلبيين معنطها أنا أعطيت لكم هنا أربعة ولا خمسة نحن نكتبه اثنان فقط يلا اللي بعد وقال لي اشرح يحفزهم تلميذ لما يفهمش يحفزهم يطلع على النصطاع ويشوف أجسادهم ويحفزهم على الجد والنشاط وشمعنطها يحفزهم؟ معنتها إذن سواء نقول يحثهم أو يغريهم نفهم؟ يشجعهم كذلك صحيحة هات ضد الإنغلاق يعني نعرف حاجة مغلوقة حاجة مفتوحة الإنغلاق الإنفتاح حذري كي يعطيها لي فعل نجبدله فعل ولا أنا نشرح له بفعل كي يعطيني اسم نشرح له باسم أعطاني صفة نشرح له بصفة نفهم؟ نحاول أني نشرح له بنفس الصيغة نعطيها لي نفهم؟ نشوفوا حتى أعطيها لي جمع نعطيها له جمع يلا قلي صغ فكرة عامة معنتها كل تلميط يعطيك الفكرة العامة اللي يحبها مثلا بيان الكاتب لأبرز المراحل التي مرت بها وسائل الإعلام وتأثيرها السلبيات العديدة على الأطفال معنتها لهناك يقول لي بللي بدأ بعصر التلفاز بعد الحاسم بعد الأنترنت يعني ضمرت كلش لهنا بللي أو يقول لي بللي ومرت بوسائل الإعلام وتأثيرها السلبية على الأطفال تلميط آخر يقول الألعاب الإلكترونية ومغرياتها الكثيرة على عالم الأطفال تلميط آخر يهضل على السلبية إلى غير ذلك كلها صحيحة نصص الأبنائي حاولوا أنكم ما تخرجوش عن الموضوع هذا هو الصحي معنتها لنهضر على سلبية الألعاب الإلكترونية شكون وش من شريحة شريحة الأطفال يلا اللي بعده قال لي العارب ما تحته خط في النص إذن يلا الإعراب نبدأ بكلمة مثلا الواحد إذن البيت الواحد معرفة بالألف ولا معرفة بالألف ولا إذن مفردة مفردة إذن مذكرة مذكرة تنتهي بكسرة تنتهي بكسرة هذا وشنو النعت يستبع المنعوت إذن ماذا نعربه نعت المجرور وعلامة تجره الكسرة الظاهرة على آخره إذن نحضر لهنا أكثر هناء أكثر هناء إذن ماذا أعربه تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ثم سهلة ما علي إلا أركز ونحاول أني نقرها كثيرا باش نعرف الإعراب قال لي أكتب بالحروف العدد الذي بينا قوسين يلا وشنو نقول أكثر من ثلاث هواتف ولا نقول أكثر من ثلاثة هواتف إذن الأصح أن نقول أكثر من ثلاثة هواتف إذن ما نوعه عدد مفرد جاء وشنو مفرد يلا حلل صورة البيانية الآتية وسميها إذن أبنائي حداري دوما للتلاميذ من الأولى متوسط حتى التانوين قلهم كي تحبوا تعرفوا صورة بيانية معندها سواء إصراعات صريحية ولا مكنية ولا كناية ولا غيرها معلية إلا كما يعطوها لنعاود نرجحها إلى الأصل تحالي هو تشبيه تام معندها تشبيه بكل عناصره كلش إذن هنا يضلل الإنغلاق وحياة الأطفال عندي كلمة يضلل شكو اللي تعطيني ضليلة هي شكو الأشجار إذن نكتبها في المسودة تاعي يضلل الإنغلاق وحياة الأطفال كالأشجار معندها أنا نكملها باش نعرف وش حدفت ونعرف وش من يعني صورة بيانية عندي إذن هنا شبه الإنغلاق بالأشجار ذات الفروع الكثيفة فحذف المشبه به وهي الأشجار قلنا ذات الفروع الكثيفة حدفناها ما كاشا اللي هنا وترك قارينة دل عليه اللي هي يضلل فقنا يضلل شكو اللي تضلل هي مثلا الشجرة ولا تحبوا مثلا المظلة كيف يعني ما يهم كمش اللي هنا وذلك على سبيل الإستعارة المكنية معندها شوفوا وش حدفنا حدفنا المشبه به اللي هي الأشجار إذن كنا حدف المشبه به فهي إستعارة مكنية إذن حدفنا المشبه فهي تصريحية فهم إذن هذه طريقة الأمثل باش نصيب الصورة البيانية اللي بعد قال يحدد عناصر الإستثناء فيما يلي قال يباع جميع الألعاب الإلكترونية إلا لعبتين إذن إلا هي أداد إستثناء بديعية لفظيا وحدد أنواها المحسنات البديعية عندي الجيناس عندي الطيباق السجع المقابلة يعني نحسب وشنلقى إذن كما كلمة جامدة وخامدة موجودة في الفقرة الأخيرة نوعه جيناس ناقص إذن تغيرين وشنو في الجيم والخام عندها حرف واحد يخص يولي ناقص إذا كيف كما زمع رمضان رمضان ندير جيناس يلا صمم جملة تكونوا فيها الألعاب الإلكترونية بدلا مطابقا ناخد المثال اللي تحب كانت كانت أدوات التسلية الألعاب الإلكترونية وشنو نعطيها هذه أبنائي كما مثلا نفس الشي هذا مثلا هو الألعاب الإلكترونية ناخد نفسها معنا كلمتان يهضر على مرادف معنا بدل المطابقة معتها مطابقين في كل كي نقولكم أنا أدوات تسلية ونقولكم الألعاب الإلكترونية كيف يعني طابقتهم هذه وشنو معتها بدل المطابقة نعطيكم مثال آخر آمنت بما جاء به الرسول ومحمد إذن الرسول ولا محمد كيف هذا وشنو معتها بدل المطابقة معتها الكلمة اللي يعطيها لي كما نعطي لهم الألعاب الإلكترونية نروح نبحث على كلمة كما هي سوسو ونجيبها معتك لين نحوس عن مراض افتحها ونحطها في الجملة التاعي أبدي رأيك في الأجواء في الوجوء الأولياء للألعاب الإلكترونية لإلهاء أبنائهم إذن هذه عجباتك لا لا إذن يبدي رأيه بكل وضوح مثلا نقول أنا أجد أن الأولياء مخطئين يعني يعطون للأبناء التحرم الهواتف لأنه يقدروا مثلا يدخلوا في مواقع خاطئة إلى غير ذلك يعني أعطوا سلبيات وإذا صفتوا شفتوا يعني بللي كين إيجابية نعطي إيجابية إذن تلاحظوا بللي كل رأي يكون صحح سواء هكذا أو هكذا اللي بعده استخلص قيمة مستفدة من نص إذن أبنائي قيمة مستفدة من نص معنتها نصيحة ولا حاجة ويرشدني إليها نعطيكم مثال تربية الأولاد واجبة على الأبوين ومن فرط وقصر في هذا الواجب كان أثما ونعفون ومنفرط وقصر في هذا الواجب كان أثما قال صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن غايته فهم معنتها أبنائي نعطي قيمة استفت منها معنتها موافق أن الأطفال يلعبوا بالإلكترونيات هل هو ضد إلى غير ذلك كمال هنا تربية الأولاد ويقول للأهل كانوا فرحانين يخلوا الإلكترونيات لأبنائي أنا نقول لا لا يجب على الأبوين أنهم يصيروا أولادهم وإنما ما يخلوا لهم هكذا الألعاب أما أبنائي بالنسبة للوضعية الإدماجية يقول كما قلت لكم تقدر سلبيات وإيجابيات وشنو التكنولوجيا طبعا لكن التكنولوجيا اللي هنا بتحدي تحدوها اللي هي الفيسبوك إذا نحاول أني في وضعية إدماجية فيها مقدمة عبد وخاتمة خالية من الأخطاء الإمنائية منسج علامات الوقف البيض قبل كل فقرة نقول يعني نقنع الأباء يعني الأبوين تعي أمي وأبي نقنعهم بلي الفيسبوك إذا استعملته جيدا فهو يعود بالفائدة علي إذن أبنائي كذلك هنحط لكم يعني هذا مش منطول فقط الفيديو هنحط لكم رابط الوضعية الإدماجية في صندوق الوصف بش هكذا تدو منها الأمثلة إذن كان هذا بالنسبة لاختبار اللغة العربية للفصل الأول لسنة الرابعة متوسط أي تلميذ ولا تلميذ عنده سؤال ولا إستفسار خليه لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعداء أبنائي بتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر